أسرار جديدة كشفها رئيس الوزراء الأردني السابق طاهر المصري في مذكراته التي تناولت فترة مهمة من تاريخ الأردن بعد الحرب الأهلية أو ما عرف بأيلول الأسواد عام 1967 حتى منتصف الثمانينيات فكيف حدث التقارب بين الملك حسين وجبهة التحرير برئاسة ياسر عرفات؟ ولماذا غضب حافظ الأساد من هذا التقارب وهدد بعمل عسكري ضد الأردن؟ طأحناك ستكشف لكم الأسرار في مذكرات رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري الحقيقة ضيضاء تناول بشرح مفصل فرصة إعادة بناء العلاقة بين الراحل الملك حسين ومنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات في عام 1984 كان الملك حسين يرى أن الأردن وفلسطين هما البلدان المعنيان بحل القضية الفلسطينية أكثر من غيرهما وإذا ما تم التنسيق أو الاتفاق بينهما فذلك سيسهل خلق موقف عربي موحد تجاه المفاوضات بين الأردن وفلسطين من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى وذلك عبر استقطاب دول كمصر والمغرب ودول الخليج يهمها وضع المنظمة وقوتها وعدم استثنائها ما يشجعها على تحقيق الانسجام بين منظمة التحرير وياسر عرفات من جهة والأردن من جهة ثانية خاصة أن الآثار السلبية على خروج منظمة التحرير من بيروت سنة 1982 وتشرد رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات بين العواصم العربية ألقت بظلالها السوداء على القضية الفلسطينية وأثرت بالسلب على معنويات الفلسطينيين فرأى الملك حسين أن الفرصة مناسبة في تلك المرحلة ليرمي طوق النجاة إلى ياسر عرفات ورفاقه الذين كانوا بحاجة ماسة إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني من أجل لملمة شؤون المنظمة وتأكيد شرعيته ووجوده على الساحة السياسية والوطنية الفلسطينية مرة أخرى حيث تدخل الملك حسين عارضاً عليهم استضافة الأردن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني السابع عشر في عمان وافق ياسر عرفات من دون تردد وبدأت الترتيبات لعقده وأغضب سوريا غضباً شديداً وحاول حافظ الأسد منعاً عقابه بالوعيد والتهديد تارا وبالترغيب طوراً لكن محاولاته لن تستطع ثني الملك أو عرفات عن هذا الأمر عقد المؤتمر في عمان في الفترة من الثاني والعشرين إلى التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام أربعة وثمانين وحضر الملك جلسة الافتتاح بالتزامن مع ذلك كانت سوريا تحشد قواتها البرية على الحدود الشمالية الأردنية مهددة بعمل عسكري ضد الأردن كانت سوريا ضد الاتفاق في إطار موقف ما كان يسمى آنذاك بدول الصمود والتصدي وهاجمته بقوة وكانت تعتقد أنه ينقل الورقة الفلسطينية من اليد السورية إلى اليد الأردنية وأن الأردن يريد اختطاف منظمة التحرير لتصبح مؤيدة لسياساته وتسعى إلى إجراء مفاوضات مع أمريكا وإسرائيل لتبتعد نهائياً عن دمشق وربما يؤدي إلى إضعاف الموقف التقاوضي لسوريا إذا انفرد الأردن بالمنظمة على الصعيد الدولي كان الاتحاد السوفيتي هو الآخر معارضاً لهذا الاتفاق وكانت موسكو تظن أن الأردن يقوم باستغلال الظروف الفلسطينية الصعبة التي تلت خروج المنظمة من بيروت سنة 1982 وتداعياتها لتشجيع ياسر عرفات على نقل البندقية من كتف الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية إلى الكتف الأمريكية كيف انتهت آليات هذا الاتفاق وماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما تكشفه مذكرات المصري الحلقة القادمة اشتركوا في القناة